عبد الباصد حمودة حسن شاكوش بيقلدني وحمو بيك ما حصلش من الجيست حتى انا محمد ابراهيم ودي قناتي لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشارك فيها دلوقتي حالا ندفع على زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد هاجم المطرب الشعبي عبد الباصد حمودة مطربين للمهرجانات وقال ان دي هوجا وحتعدي عمر كمال وحسن شاكوش بيغنوا وعمر كمال افضل في الاداء وشاكوش شاربني ويحب يزع وبيقلدني اما حمو بيك فهو الدم الخفيف والواد الكويس الغلبان الطيب ومش مغني طبعا واحنا موضوع وهم موضوع تاني خالص والعبد الباصد حمودة مع بسمة وهبه في برنامج العرافة اللي بيجي على قناة المحور حمو بيك عمل اللي عمله خلاص وده مطرب لا مش مطرب طبعا المولوجست احسن منه انا مسميه الفكاهي ما حصلش مولوجست هو بيدحكني وهي جاية معاه وربنا حيكرمه وطبعا بالنمج العرافة زي كل برامج بسمة وهبة اللي بيجيب كل تفاصيل النجوم وخباياهم وظهار الوجه الاخر لهم اللي بيتسبب دايما في صدمة للضيوف والمشاهدين من كتر المفاجآت اللي بتكشافها في الحوار وانها ازاي بتعرف كل التفاصيل دي في حياة الفنانين الخاصة شكرا لكم متابعين القناة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكو واتمنى انك تشيركو في القناة دلوقتي حالة ان تفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكو كل جديد اشتركوا في القناة